بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم في شرح الدرس الأول من كتاب العلوم والحياة للصف السادس نحن نتعرف في الدرس الأول على المجهر الضوئي المركب وأجزاء المجهر الضوئي المركب ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ موسيقى زي ما أنتوا شايفين في الصورة عنا مجهر ضوئي مركب وأسهم بتشير على كل جزء من أجزائه أتفحص المجهر الضوئي المركب بمساعدة معلمي ثم أتعاون وزميني في إكمال الجدول الآتي صفحة 5 عنا جدول في أجزاء المجهر الضوئي المركب وتركيب ووظيفة كل جزء من هاي الأجزاء طبعا إحنا في الصف المدرسي رح نتعرف عليه عن قرب ويكون قدامنا ونتفحص كل جزء من أجزاؤه أجزاء المجهر الضوئي المركب واحد العدسة العينية هي العدسة الموجودة على الاستوانة وننظر للأشياء المراد فحصها من خلالها يعني هي عدسة بتكون فوق المجهر على الاستوانة وننظر للأشياء المراد فحصها من خلالها لهيك سميات عينية لأنه إحنا منتطلع عليها من خلال عيوننا قرص تحريك العدسات هو قرص يحتوي عدسات مختلفة التكبير يستخدم في تغيير مواقع العدسات الشيئية وفقا للحاجة لدرجة التكبير يعني هو قرص اللي ماسك العدسات الشيئية بغير موقعها بنحرك القرص فبنغير موقع العدسات الشيئية بنستخدم العدسة اللي إحنا بدنايها طيب العدسات الشيئية شو هي؟ هي عدسات عديدة مثبتة على قرص متحرك تكون قريبة من الشيئ المراد تكبيره يعني هذا القرص بثبت العدسات والعدسات بيكون قريبة من الشيئ المراد تكبيره المندضة هي سطح مستوي توضع عليه العينة المطلوب تكبيرها توجد في وسط فتحة لمرور الضوء يمكن تحريكه للأعلى وللأسفل يعني هي سطح مستوي بنحط عليه العينة اللي بدنا نكبرها في الوسط توجد فتحة عشان لمرور الضوء ويمكن تحريكه للأعلى وللأسفل مثبت الشريحة هي قطعة معدنية مثبت في أحد جوانبها ضاغط معدني مرن لتثبيت الشريحة بنحط عليها الشريحة المراد فحص العينة اللي عليها الضابطان الكبيران هما عجلان يستعملان لتوضيح العينة والحصول على رؤية واضحة أما الضابطان الصغيران فهما عجلان صغيران يستخدمان لتوضيح العينة بدقة بعد ضبطها باستخدام الضابطين الكبيرين المكثف وقرص مثبت أسفل المنددة يسمح بالتحكم بكمية الضوء المارة إلى العدسة يعني بدنا نزود كمية الضوء المارة إلى العدسة أو بدنا نقلل منها باستخدام المكثف مصدر الضوء هو مصباح مضيء أو مرآعة كسال الضوء ويوجد أسفل المكثف لتوضيح الرؤية طبعا ثلاثة عدد العدسات الشيئية في المجهر الضوء المركب أكثر من عدد العدسات العينية أفسر العدسات الشيئية موجودة عندنا كذا عدسة أما العدسة العينية فهي عدسة واحدة لماذا؟ لوجود عدة تكبيرات للعدسات الشيئية وبذلك يتم التحكم بقوة التكبير من خلال تبديل العدسات الشيئية عشان يتحكم بقوة التكبير فبنغير العدسات بدنا قوة تكبير عالية نستخدم عدسات معينة وإذا بدنا نخفض قوة التكبير بنستخدم عدسات قوة تكبيرها منخفضة على ماذا تدل الأرقام الموجودة على العدسات الشيئية والعدسة العينية؟ بدنا على أن قوة تكبير كل عدسة ومن خلال عملية حسابية بسيطة يمكن التعرف على قوة تكبير أي عينة ثم فحصها وفكر طريقة لحساب مقدار التكبير في المجهر الضوئي المركب لدينا طريقة سهلة نحسب مقدار التكبير في المجهر الضوئي المركب وهي درجة تكبير العدسة العينية ضرب درجة تكبير العدسة الشيئية المستخدمة نشاط 2 في صفحة رقم 6 استخدام المجهر الضوئي المركب رح نجيب بمساعدة المعلم مجهر ضوئي مركب وشرائح جاهزة لعينات من كائنات حية دقيقة اختر شريحة واثبتها على المندضة باستخدام مثبت الشرائح يعني رح نجيب شريحة لعينة من كائنات حية دقيقة ونحطها على المندضة ونثبتها واتفحص الشريحة بدءا من العدسة الشيئية الصغرى لماذا؟ ليش بدنا نتفحص العينة من خلال العدسة الشيئية الصغرى؟ لأن العدسة الشيئية الصغرى لديها أصغر تكبير فيتم البدء بها لتحديد مجال وحقل الرؤية للعينة المراد فحصها ومن ثم يتم التنقل بالعدسات حسب الحاجة يعني بدنا نكبر الرؤية فمنستخدم عدسة قوة تكبيرها عالية ما اسم الجزء المستخدم من المجهر لتوضيح رؤية العينة الموجودة على الشريحة؟ يتم البدء بتحديد الحقل أو مجال الرؤية باستخدام الضابطان الكبيران ثم يتم توضيح الرؤية بدقة باستخدام الضابطان الصغيرة أدير قرص تحريك العدسات وأستخدم العدسة الشيئية كيف أتأكد أن العدسة الشيئية قد استقرت في مكانها الصحيح؟ رح ندور القرص ورح نتأكد أن العدسة الشيئية استقرت في مكانها الصحيح من خلال إصدار العدسة عند ثباتها في مكانها الصحيح صوتا خافتا بسيطا وشير أنها استقرت بشكل سليم هيك نتأكد أن العدسة استقرت في مكانها الصحيح وهيك بنشوف أو الرؤية بتكون أوضح أقارن بينما شاهدت عند استخدام كل عدسة من العدسات الشيئية المختلفة العينة تزداد وضوح بالانتقال من عدسة إلى أخرى ولما زاد التكبير قد لا نرى جميع أجزاء العينة حيث قد يخرج جزء منها من حقل الزاوية وبهيك بنكون خلصنا شرح الدرس الأول من كتاب العلوم والحياة للصف السادس إن شاء الله تكونوا استفدتوا هلأ رح أسألكم أسئلة إضافية رح أترك لكم وقت للإجابة وبعدها رح أحكي السؤال مع الإجابة استعدوا السؤال الأول ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة عند تكبير الأشياء بالمجهر ننظر من خلال نتطلع لما نكبر الأشياء من خلال العدسة الشيئية أم العدسة العينية أم مصدر الدوء أم المكثف الإجابة هي العدسة العينية هي اللي بننظر من خلالها عند رؤية الأشياء بالمجهر المجهر ذات أكبر قوة تكبيرية المجهر الضوئي المركب أم المجهر التشريحي أم المجهر البسيط أم الإلكتروني الإجابة هي المجهر الإلكتروني هو ذات أكبر قوة تكبيرية أكبر من الضوئي المركب الضوئي المركب ما بنقدر نشوف فيه الفيروسات الصغيرة توضع العينة المراد فحصها بالمجهر تحت يعني لما بدنا نفحص العينة بنحطها تحت العدسة العينية أم العدسة الشيئية أم المندضة أم المكثف توضع العينة المراد فحصها بالمجهر تحت العدسة الشيئية اكتب المصطلح العلمي العدسة التي يمكن من خلالها رؤية العينة هي العدسة العينية جهاز يستخدم لتكبير الكائنات الحية الدقيقة ويمكن العلماء من دراستها المجهر الضوئي العدسة التي يوضع تحتها الشيء المراد فحصه العدسة الشيئية ما هي أهمية المجاهر؟ المجهر أهميته تكبير الكائنات الحية الدقيقة ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة المندضة هي قطعة معدنية مثبت في أحد جوانبها ضاغط معدني مرن لتثبيت الشريحة صح أم خطأ؟ الإجابة خاطئة مثبت الشريحة هي قطعة معدنية مثبت في أحد جوانبها ضاغط معدني مرن لتثبيت الشريحة اثنين المكثف هو قرص مثبت أسفل المندضة يسمح بالتحكم بكمية الضوء المرة إلى العدسة صح أم خطأ؟ الإجابة صحيحة ثلاثة يتم وضع العين المراد فحصها تحت العدسة العينية الإجابة خاطئة يتم وضعها تحت العدسة الشيئية وليس العدسة العينية أربعة مقدار التكبير في المجهر الضوء المركب هو درجة تكبير العدسة العينية ضرب درجة تكبير العدسة الشيئية المستخدمة الإجابة صحيحة وهيك بتكون خلصت الأسئلة يعطيكم العافية إن شاء الله تكونوا استفدتوا ونلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولي جميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة